انا عايزة انتقل لتونس بقى من الاحداث دوليا بردو كانت مهمة جدا انتخابات كلنا كنا بنتابعها على التلفزيونات وعلى الانترنت والتويتس وكلنا عملنا حتى زودنا صدقات مع توانس عشان بقى بنتابع من داخل تونس ما يحدث في انتخابات نازيهة اول مرة يعيشوها شعب التونسي كان سعيد بيها اه ومعدده مع 10 مليون فاكيد انا عايزة شوف احنا هنعيش ده طيب قبل ما نبتدي نتكلم على تقييمنا للتجربة التونسية هنعيشها في مصر بإذن الله نعيشها نتمنى ان مصر تعيش للتجربة دي وان شاء الله تكون افضل احنا خلاص على وشك الدخول في مسألة الدعاية الانتخابية احنا في الايام دي في ايام الطعون والانتخابات ان شاء الله خلال ايام يتم بس مع الفارق هم كانوا بيعملوا لكنا التأسسية الوضع الدستور وادارة المرحلة الانتقالية هم الحقيقة بدأوا صح عننا حقيقة الامانة هم بدأوا بشكل اكثر واختلفوا عننا لان احنا اشياء كثيرة جدا عطلتنا هم ما كانش عندهم الاعتصامات والاضرابات الفئوية الكثيرة جدا هم ما كانش عندهم الصراع السياسي الذي يصل الى حد المعارك زي الصراع اللي كان موجود عندنا هم بدأوا من تحت فعلا من الاسفل الى الاعلى احنا يعني عكسنا المسألة لا احنا يعني دخلنا خدنا جدال طويل جدا في مسألة الدستور اولا والانتخابات اولا ودخلنا في صراع كبير جدا ودخلنا برضو في منطقة لجنة لتعديل الدستور واللجنة قضيتنا الى تعديل دستوري ثم اعلان دستوري وكلها الحقيقة متهات الناس كلها يعني تهت فيها لكن على اي الحالات يعني هدخلين على انتخابات برلمانية خلال فترة قريبة شهر الجاي 28 اه يعني ايام ان شاء الله الانتخابات دي اظن انها يعني ستكون اولا نزيها نتمنى انها تحدث فيها احداث تعكر صفه العملية الانتخابية او تعكر صفه العملية السياسية كمان تجربة تونس الحقيقة ستلقي بزلالها على الدولة بشكل عام يعني على الدولة المصيحة بشكل عام لانه الاسلاميين في تونس يعني حصدوا اكبر كتلة في البرلمان واحنا من المتوقع ان يحصد الاخوان المسلمين ومن معهم من السلفيين وغيرهم اكبر كتلة في البرلمان تصل برضو الى من اذا كانت التحالف عندنا التحالف الديمقراطي اللي هو على رأس الاخوان متوقع ان يصل من 30 ل40 في المية من المقاعد لانه عنده امكن الاخوان ياخدوا في عدود 25 في المية ده يبقى اكبر كتلة في البرلمان المصري كمان لكن في تونس الحقيقة انه كل الاسلاميين اصدروا اول بعد النتائج مباسرة اصدروا الحقيقة بيان جيد في تقديري انه انهم يحافظوا على مدنيت الدولة في تونس وانهم مش ضد القوانين الخاصة مثلا بالحقوق المرأة لانه تونس متقدمة جدا في مسائل حقوق المرأة يعني هم وكان فيه في العالم الاسلامي تحديدا نوع من انواع المعارضة للقوانين التونسية بعتقد البلد الوحيدة التي تجرم تعادل زوجات اه طبعا يعني فيه اكتر من حاجة عندهم هناك كانت تجد معارضة عند الاسلاميين شوية المتطرفين في البلدان العربية خطابهم الموجه لتونس هو خطاب خطاب في تقديري حتى الان مطمئن صحيح حصلت بارح بعض حتى الاعتراضات والمظاهرات ضدهم يعني عشان حتى يقول ان الشارع بارق عنده موقف ما من هؤلاء الناس لكن الانتخابات شهد لها العالم كله انها انتخابات نازية وعلى رأس العالم حتى الامريكاني هرجع الحاجة في نازية الانتخابات بالشارع المصري بس عايز عرف تعليق أستاذ نبيل على الانتخابات اللجنة التأسيسية في تونس اللي كل عالم كان بيتبع احنا متفق انه اهم حدث في تونس اولا نسبة المشاركة 90% نسبة هائلة يعني فيه احساس في المسئولية احساس في الديمقراطية شيء عظيم جدا نتمنى ان تكون نفس النسبة في مصر طبعا الشيء الثاني هو فوز الاسلاميين النهضة كما تفضل اخ ولكن هناك شيء مهم جدا حصل في تونس هو خسارة الحزب الديمقراطي التقدمي هذا مؤشر يجب ان يعطي مجال كبير للتفكير الحزب الديمقراطي التقدمي كان من الاحزاب الناشطة جدا ايام عهد الاستبداد وعهد الحكم الامني للرئيس السابق زين العبدين بن علي هذا الحزب كان يقوم اكثر حزب تقريبا قام بنشاطات كثيرة وبل ورغم ان حزب يساري كان يدعو ايضا الى مشاركة الاسلاميين هو حزب ديمقراطي فعلا في المئة في المئة لماذا لم ينجح لماذا مني بخسارة كبيرة مني بخسارة كبيرة اعتقد لانه في الضمير الجمعي التونسي نحن نريد ان اطاحة بكل مكونات النظام السابق بموالاته ومعارضته هذا يدعو للتفكير لماذا فاز حزب النهضة حزب النهضة فاز لان حزب النهضة ليس له تجربة قوية جدا داخل تونس حزب النهضة كان تقريبا في المنافي او في السجون قياداته وكوادره هم كنفئوا على ذلك حزب النهضة ليس حزب ديني يعني راشد الغنوشي هو رجل فاضل ورجل ازعب انه مجدد بفكر الحركة الاسلامية فبعا كله خرج من عبائة الاخوان المسلمين ولكن رجل يتميز كثيرا يتميز بقربه من الدولة العلمانية وليس فقط المدنية وقربه من النموذج التركي قربه الشديد وكما تفضل ثم كانوا عاشين يعني كمان زي ما حك قلت في المنافي ده افادهم كثيرا افادهم كثيرا ولكن تنقص هون بدنا نوقف عند التجربة اذا هذا حزب وهذا الحزب وعد ايضا ان لا يمس بأي من الاصلحات البرقبية وكما تفضلت قانون الاحوال الشخصية لا يوجد له مثيل في العالم الثالث حقوق المرأة هناك يعني تكاد تتجاوز حقوق المرأة في اي مكان في العالم يعني هو اعطى حقوق كثيرة طبعا من المؤشرات السيئة في الانتخابات هو تضاؤل حجم التمثيل النسوي في هذه الانتخابات هذه ايضا نقطة للتفكير احنا متضائل عندنا برضو في المرشحات في المرشحات احنا متضائل عندنا في المرشحات لا لا هناك كان في كوتا للسيدات كانت تحصل تقريبا على 30% في المرمان التونسي يعني هناك ايضا وعد الحزب رئاسة الغنوشي الذي عاش ردحا طويلا من الزمن في لندن وعد بعدم المساس بأي من هذه الاصلاحات بأي من اصلاحات الدولة المدنية المبنية في تونس وهذا شيء جدا يبقى هناك خطر اللي هو اللي هو انه هناك عدة تيارات داخل هذا الحزب هناك تيارات محافظة هناك تيارات اكثر ليبرالية هل سينشأ صراع بين هذه التيارات لا احد يعني حتى احنا نتابع اكيد ولكن ما من شك ان المؤشرات المجملها ايجابية جدا وهي تعطي للموجة الاولى من الربيع العربي الموجة الاولى التي بدأت بمصر وتونس والتي كانت موجة سلمية لان الموجة الثانية كانت دامية صحيح وزالت ليبيا واليمن والسوريا وهذه تمت شئنا وإن أبينا بفضل موقف الجيش في البلدين صحيح استاذ علي وحيب تكلم عن ذات الانتخابات اللي بنأملها ان شاء الله يعني في الفترة الجاية والانتخابات ان شاء الله هتكون نزيها هي هيكون فيها يمكن عنف شوية لكن نزيها ان شاء الله عنف شوية احنا عايشين في عنف ربونة هستور بس الكلام يعني ده خليني افتكر الازمة ما بين المحامين والقضاء وتأجيل او ارجاء قانون استقلال القضاء لما بعد انتخابات مجلسية والشعب والشورى وتخوف من ان ده قد يؤثر على نزاهة الانتخابات او ده قد يؤثر على بعض القضاء او يعني رأيحتك ايه؟ اطلاقا احنا يعني يعني نبقى واضحين احنا اولا مبدئين احنا لدينا قضاء مستقل وانا تقديري الشخصي انه كان مستقلا وما زال مستقلا المشكلة ليست في القوانين قد ما هي في الاشخاص احنا عندنا قانون كان الحديث دائما وابدا قبل الثورة عن التفتيش القضائي ينتقل التفتيش القضائي من وزارة العدل الى المجلس الاعلى للقضاء لضمان الاستقلال يعني لضمان انه لانه التفتيش يتبع وزير العدل لكن جميع القضاء الذين يعملون في التفتيش القضائي ينتدبوا بموافقة المجلس الاعلى للقضاء اي قرار او اي مشكلة بتحصل في التفتيش القضائي اللي بيقرها مجلس قضاء الاعلى احنا عندنا مجلس قضاء الاعلى يعين بالاقدمية المطلقة سبع افراد ستة منهم بيعينوا بالاقدمية المطلقة وابقى فيه من نائب العام معين لقرار جمهوري لكنه لا يعزل يعني عنده حصانة اخرى فهنا عندنا مجلس اعلى للقضاء يمكن ما يكونش موجود في بلدان كثيرة جدا من العالم يعني في فرنسا مثلا مجلس قضاء الاعلى فيه ناس من الشخصات العامة فيه صحفيين فيه غيره يعني في ايطاليا بيرأسه رئيس الوزراء بيرأس مجلس قضاء الاعلى في بلدان كثيرة جدا ما عندهاش الاستقلال اللي موجود في قضاء المصري قضاء المصري يحتاج الى اصلاح اكثر منه الى قوانين جديدة وحقيقة انا لم استوعب الرغبة لدى فئة معينة في القضاء في تعديل قانون سلطة القضاء قبل انتخابات مجلس شعب وتمرير قانون عن طريق المجلس العسكري اللي هو يعني قانون بمرسوم من المجلس العسكري وليس قانون يصدر من المجلس التشريعي الذي ينبغي له ان يناقش مثل هذا القانون هو قانون كبير جدا وما يخص الشأن القضاء يخص المجتمع كله فبالتالي هذا القانون ينبغي ان يصدره مجلس الشعب وليس المجلس العسكري طبعا لا افقى في الجزء القانون يعني بس لو القضاء نفسهم شايفين انه لا مش القضاء نفسهم هما اضرب مش القضاء نفسهم لانه الحقيقة القضاء في الاول خالص اللجنة اللي تشكلت برئاسة المصرشار احمد مكي اعترض عليها كل اندية القضاء بعدين اندية القضاء شكلت يا كمان لجنة وعملوا هما كمان قانون هما كان في خلافات كبيرة جدا بينهم اللي عايز اقوله انه في انتخابات 2005 المرحلة الاولى من الانتخابات كانت نازيها بشكل كبير جدا وفي قضاء تالوا على السنديق وما سابوش السنديق بتاعتهم وطلعت الانتخابات في المرحلة الاولى نازيها في قضاء ما فرقتش معهم المسألة دي يخص القاضي مش يخص انه خايف من حد او لا لانه القضاء الذين حافظوا على سنديقهم وحافظوا على نزاة الانتخابات ما حدش عملهم حاجة بل بالعكس طلعهم في مؤتمرات صحفية وكلموا على انه هما بشانا اتذكر كم فيه اصابة او اتنين في الانتخابات اللي فيه بتاعتهم يعني ده وارد في انتخابات في بلد حجم مصر ده وارد يعني يحصل فيه بعض الحاجات لكن فيه نوهة زيني طلعت وقالت انه فيه تزوير يعني احنا عندنا فيه اه اه طلعت وقالت انه فيه تزوير المستشار زكري عبدعزيز طلع وعمل مؤتمر سعب اعتباره كان رئيس نادل قضاء اذا حدك ماندكش اي تخوف انه عدم تمرير لا اطلاقا القضاء في مصر انا ده رأيي الشخصي ان القضاء في مصر مستقلين تماما فكرة انه بقى فيه قاضي كده او كده مسألة تانية تخص اشياء كسيرة جل لانه ده الفساد موجود في مصر كلها يعني احنا يعني عزي المجتمع كله يتخلص المؤسسة الوحيدة المزبوطة مؤسسة الفساد عندنا احنا نريد ان نتخلص المجتمع كله يريد ان نتخلص من عمليات الفساد مش فئة على فئة انا رأيي انه هذه الازمة ازمة كانت مفتعلة ورأيي الشخص ما كانش يجب ان تصار على وجه الاطلاق انا ضد ما فعله المحامين لانه يعني تعطيل العدالة بهذا الشكل وغلق المحاكل غير محاكل وهم في الاول وفي الاخر رجال قانون مثلما انا معترض على الخلافات التي حالست بين القضاء بعضهم البعض او محاولة الاسراع باخذ قانون بدون الرجوع الى ممثلين مجلس الشعب دي مسألة برضو متوقف عندها كثيرة سيلقي ذلك بظلاله على الانتخابات رأيي انه لن يلقي بظلاله بشكل سلب لانه فيش حد يتحكم في القضاء على وجه الاطلاق في مرحلة الانتخابات